السلام عليكم مرحبا بكم في قناة حلوية ميان تمنى تكونوا بخير على خير انتم ما تشاهدون الفيديو ديال اليوم ومشاء الله نحضر معكم كيف المون العجيب اللي كجي رائعة كجي لديدة وخفيفة بزاف تابعوا معي الفيديو تل الاخير ويلا نبدأوا في المقادير وطريق التحضير بالنسبة المقادير وطريق التحضير عدنا ثلاثة البيضات اللي وضعنا في ايناء كونوا بدرجة حرارة المطبخ كاس كورساندة نضربوهم ضرب كهربائي كليكم ضربوهم ضرب اليادوي ضربوهم جيدا نضيف كاس الار ربع ديال الزيس نضيفو تدريجيا نضيف واحد يغورت بركات فانيلا نضيف شوية قصور حامض سيولي الخالد دينا بهذا القاوة سيبغا نحييض طرر كهربائي وغنوضع جوج كيسان ديال الضقيق بعبار كاس العنبه سيبغا نعمرهم غير بالمعلقة ما نعمرهم مش بزاف وداروه وورين غير بلو الضقيق بش كيك ديال نيجينا طالع وخفيف نضيف جوج اكيس من خاميرات الحلويات نقوم نخلطه في خالد دينا من الأسفل الأعلى في الطريقة استمروا بنفس الشكل وهذا هو القاوم ديال الخالد دينا ديبغا نوضع شوية زيت المول بالنسبة لي أنا استعملت هات المول يمكن لكم استعملوا اي مول متوفر عندكم دهنون جيدا غنضيف شوي طقيق في المول غنضوروا في الجواني بكلهم بش كيك ديالنا ما يلزقش وده بغنوضع خالد ديالي في المول وندخلوا للفور على نار مهيلة بش كيك ديالنا يطيب شوية بشوية هندوروا الطاوة ديالنا بهات الشكل هدوال كيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفور كيما كاتلاحظو كييرجير طب بزيف ديبغا ندوزو بششوفوا المقادر ديال الكريمة ديالنا هدنا جوش كيسن ديال الحليب كيس فاني ثلاثة معارق ناشا خمسة معارق لسكر سانيدا هناخذ كاسر هنا هنوضع فيها الكيسن ديال الحليب هنوضع فيها سكر سانيدا ناشا واحد فاني هنكون جيدا هنوضع فيها حتى يغلى هنصبح كريمة ديالنا بهات الشكل هنوضع على الكيك بات طريقة هنقات الكيك ديالي بهات الشكل هنقات الكيك ديالي بهات الشكل هندخلها للتلاجة لمدة ساعتين ونطلقوا باش نزينوها هنبعد ما خرج الكيك ديالي من التلاجة هندرت خوطوط بهات الطريقة الشوكولة البيضاء هناخذ شوية العسن هنده الكيك ديالي من الجناب هات الطريقة زينتو شوية كوكون كاسي نبغى نزينو ملفوق شوية فيرميسيل هات الطريقة كليكم نزينو اي حاجة متوفرة عندكم كذلك نزينو شوية الحامض اللي قطعنا على هات الشكل وضعوا الى الكيك ديالنا بهات الطريقة طريقة سهلة استمروا بنفس الشكل هنكملوا الكيك ديالنا والشكل للكيك ديالنا من بعد ما كملنا بزين يكون رائع يكون رائع يكون خفيفه لديد بزيف حجم عائلة نبغى ندوزه باش شوف القاوم ديالو كيف يكون يكون متماسك يكون القاوم ديالك يكون رائع يكون الديد بزيف يكون الديدة والديدة بزيف قاوم ديالكريمي مكونات موجودة في كل البيت ما تنسوش تتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات الى الوصفة القادمة انشاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة